السلام عليكم جميعا المشايخ الفضلاء السلام عليكم حقيقة أنا عائزة شيد بس بالمنتظر هناك ناس كثيرة تدخل هنا تنتظر ويقولون ناسين ما بقدموا حاجة ما قاعدين يقدموا دعوة كلام يعني الناس يستفيد منه أنا والله قريت اقتصاد هنا جامعة الخرطوم يعني ممكن اكتر ناس يستفيد منه من الجماعة ذلك اللي بحمد الله وشايف الفائدة الكبيرة الضلعتباء من الجامعة والله العظيم أعظم من الشهادة أنا شايف انه عرفت ناس ابو بكر دير ومزمل شهادة جماعة واناس يعني بجد استفيدنا منهم مقدموا كتير ودعوتهم دعوة حقيقية والله بوروك الدين الحقيقي ما دين مزيف زيما يعني استفيدنا منهم كتير والله حتى في منطقتنا والله بيقيت يعني من جدة متابعة لهم بتكلم هناك وفي أي حتة بتكلم حتى في مكان عملياتي قاعد أتكلم بالدعوة بس تاني عندي سؤال يعني بخصني عايز إجابة له بتعلق يعني بالتحري عن الكسب الحلال والحرام بحكمي بحكمي أني قريد اقتصاد مهتم إني أشتغل في البنوك فمقدم أسي في عادة من البنوك وعايز أتبين الحاجة دين وهل بيجوز العمل وفي البنوك اللهم بجوز من نهاية حلال والحرام برضو عندي نقطتين عايزة برضو أغضح فيهم بالنسبة للناس العلمانيين والشيوعين البيئي الداخل هنا يلا هم أنا نوريهم إنه الدين ينظر للدين من نهاية حلال وحرام إنه الحاجة ربنا حرمه حرمه لأنه فيها ضرر ما ديل الحكم العلة هنا والحاجة الحلال فيها مصلحة للناس يعني يلا إنتوا كناس بتطرحوا نفسكم ناس بالعلم ودعاة علم وكذا أمشوا ابحثوا عن الحاجات الحلالة الإسلام بالمنظورة بشان تشوفوا الحلال فيها شنو والحاجات الحرامة الإسلام برضو ابحثوا عنا بحيث إنها حرام له تسلموا براكم إن شاء الله حتعرفوا الدين الصح ويكويس إنه دخل لي يا شيخ أبو بكري لأنه من أكثر الناس اللي أتكيف لهم الطرح بتاعه شديد والله والله يا شيخ أبو بكري يعني من أكثر الناس يمكن المتابع لك والله شديد يعني نشكر كثير على شعورك الطيب ويعني بخص الدفاعك عن الدين في الأول وغيرتك على الإسلام واستفادتك وتعبيراتك نحسبها صادقة اللي عبرتها عن يعني عن دفاعك عن الدين وثانياً عن سمرات المنبر والدعوة عموماً وكونك أنت شغال بتنشر في الدعوة دي ده المطلوب يا أخوانا ده المطلوب من كل الشباب اللي استفادوا الشباب النير في جامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات اللي استفادت من المنابر دي أو من غيرها من المنابر اللي فيها معلومة صادقة وصحيحة إنه أنت تكون إنسان زي ما ربنا قال وجعلني مباركاً أينما كنت في مكان عملك انت تقدم قدر المعلومة اللي عندك ولأهلك هناك والناس المحتاجين أبسط المعلومات انت تقدمها فده حقيقة انت استفدت استفادة صحيحة وحقيقية فأشكرك جداً وربنا إن شاء الله يعيننا وإياك ويفغنا وإياك لكل خير بالنسبة لأسئلتك الأول بتاع البنوك العلماء بقولوا إنه التعامل مع البنك أو العمل فيه بشرط ما يكون بنك ربوي أي قائم على المعاملات الربوية فإذا كان البنك يدعمل بالمعاملات الصحيحة فلا بأس من العمل فيه لا بأس من العمل فيه إذا كانت التعاملات فيه تعاملات صحيحة ما ربوية أما البنوك الربوية فالتعامل معه أو العمل فيها ما بجوز لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان السؤال الثاني أو التعليق مسألة حلال وحرام ونقاش العلمانين إنه بقول لك الحاجة دي لأن الإسلام حرموا وكده فأخونا دي جزاو الله خير وجه رسالة لهم جميلة جداً إنت لو ما مؤمن بالقرآن والسنة زي المسلمين جميعاً اللي بقولوا سمعنا واطعنا إنت يا أخي أمشي أبحث عن العلل وبس خد كنموذج إلا وحدة تحريم الخنزير الإسلام حرم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير ده حرم في الإسلام لعلل كثيرة منها من العلل اكتشفوا حديثاً الأطباء اكتشفوا حديثاً إنه الخنزير لحمه فيه دهدان لا يقتلها الطهي يعني دهدان وأمراض الطهي بتاع الطعام ما بيكتلها والإسلام حرموا من بدر جداً دي واحدة من العلل إثنان من العلل أن لحم الخنزير يؤثر في اطباع الإنسان اللي بيأكله بيأثر في طبعك ومن طباع الخنزير أنه لا يستنزه من الغذارة غذر حيوان غذر أسأل حيوانات ده كلها كويس بتاكل من حتات بتكون نظيفة الخنزير ده بيأكل حتى الروس بتاعه هو ذاته الوسخ حقه بيأكله والخنزير من طباعه أنه ليس له غيره ما بغار الحيوانات دي بتغار تلقى الذكر بتاع الحمام لا في حوالين الحاجة بتاعته كده شفتك والتعال التور كان دخلت لك تور تاني بتكاتلاً بموت واحد فين أديك ما بقعداً ديكين في قفص واحد عندين فحولة شوية كده عندهين حتى أذكر في السنة من حديث عمري بن ميمون قصة لطيفة يدة تستغربة عمري بن ميمون ده قال أنا حضرته عديل ده راورة ولو الإمام البخاري من التابعين قال كنت في الجاهلية قال فزنة كردن بخير ده زنة دي انت أفهمها صح هم ما عندهون عجز لكن فينا عندهون نظام معين شغالين بيو كويس ففكري ده ظنه مش على واحدة سايط لبط عليها لقاها 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 قدم عازولة داك فقام غمزلية ما عارف الحاصل شنو مهم نعدها ومشت معاو بعد ما عملوا عملياتهم دي انتهوا القرد داك قام شافة زولة الأصلة شافة مع داك قال فصاح القرد فاجتمعت القرود لما القرود كلين كويس شاد كولين ما عارف عمز شنو لما القرود قال فحفروا لهما حفرتين في الأرض قال ورجموهما عمري بن ميمون قال وكنت مما الرجم مع القرد أنا ذاتي قال فلعت معاو يعني عنده نوع من الغيرة في حيوان حصان كان بيدفعوا لأنه يلجه أمه الحصان بيرفض كل ما يحاوله بيرفض لحد ما غطوا وجهه وجابوا لأمه لقها أول ما فتحوا لوسه وشاف إنه دي أمه قالوا حنى عنقه وأمسك بذكره فقضمه بفمه بالسنونه قطع ذكره دي عشان أمه ما دار يا صلاة الخنزير دي ما عنده شان كده أصل الخنازير في البلد دي راكدين ألبي أكل الخنزير فرسالتك يا ذاك الله خير يا أخونا جميلة جداً إنتوا كما اختنعتوا بأحكام الإسلام لأن أحكام الإسلام أمشوا فكروا فيها وافحصوها وبعد ذلك تعالوا أدونا الرد شوفوا الترابي قال له هذا أبو علي حديث حديث الزبابة قال الزبابة تدخل جناحة وما تدخلوا الأطباء الآن حديثاً اكتشفوا إنه جنحين الزبابة الاثنين دي الواحد فيه المرض والثاني فيه الشفاء الثاني فيه دواء للمرض لما نتدخل جناحة وبعدين هي عند الجناح الفئو المرض ده غتيتة خلاص الضبانة دي الجناح الفئو المرض بتدخله داك بتخلي لك برا شفت الغطاة بتاعتها قالوا بتتخذ الجناح بتاع الفئو المرض نوع من أنواع الدفاع بتدخله جوه وبتخلي لك الفئو الشفاء برا إمتى النبي قال لك عملها شنو أغمسها جوه كده الأمور بتكون زبطة في إمتى؟ الآن نحن والله زمن طويل جداً شغالين بالضبانة دي علاج مش الدبانة كده؟ في الحديث ده نحن ما عارف إنه لكن شغالين بالعلاج إحنا عرب بتاعي انخلها وفي المزارح هناك بطوقك عقرب بنجرح محل العقرب بنفسودها بقول لكم وبنقبض الدبانة دي مندخله جوه بندعكها تزبط الأمور مية المية أمشي السجربة تحددك؟ الليلة ده أمشي جربة ده كده أمشي جرب إنت لو ما مقتنع بالدين النبي كان قالوا كله ونأكلها الله أنا حميرها السلام عليكم نلتغي الأسبوع الجاية